في خان يونس كان هناك مجزرة في محيط مستشفى الأمل للأسف ذهب ضحيتها 31 شهيدا فلسطينيا وكذلك الأمر كان في خان يونس فيه في كل المحيط 38 شهيدا فلسطينيا اليوم كانت المعارك حامية وكالعادة المحاور هي نفسها عبسان بني سهيلة باتجاه خان يونس ومن حي المنارة معا باتجاه خان يونس كان هناك تجمع لقوات العدو في القرارة قام المقاومون في خان يونس بقصفها بالهاون والصواريخ القصيرة المدى على القرارة وحققوا فيها أيضا إصابات بين قتيل وجريح في جنوب القطاع كذلك الأمر كان هناك محاولة دائما بالاقتحام من الشرق باتجاه رفح على العدو يستطيع أن يؤمن هذا المحور الذي تكلمنا عنه سابقا والذي يدعى بمحور فلادلفيا كذلك الأمر تصدى له المقاومون ومنعوا العدو من تحقيق أهدافهم ولكن للأسف فعليا كان هناك عدد كبير من الشهداء اليوم ما بين خان يونس ما بين مستشفى الأمل وما بين كافة المحيط تم تدمير عدد من دبابات العدو وهي تقدر على عبسان بثلاثة وتقدر من الشمال بإثنان بمعدل خمس دبابات وهي الآليات الخفيفة للعدو الإسرائيلي